نبدأ حلقتنا النهاردة مع كل حضراتكم بمتابعتنا طبعاً للأخبار من غزة آخر الأخبار هي أخبار الهدنة الإنسانية سريعاً كده اللي حصل من إمبارح طبعاً هو نجاح الجهود المصرية القطرية في تمديد الهدنة اليومين كمان بين الطرفين بعد ما كان من المقارر إنها تنتهي إمبارح الاثنين طبعاً ده يعتبر نجاح كبير جداً للجهود المصرية على مدار الأيام اللي فاتت كلها واللي بتأكد على موقف الدولة المصرية لمسندة القضية الفلسطينية ومنع تهجير الشعب الفلسطيني الفصائل الفلسطينية تسلمت 33 محتجز من إسرائيل وإسرائيل تسلمت 11 محتجز إسرائيلي أفرجت عنهم حركة حماس ضمن المجموعة الرابعة من الأسرة ومن ناحية تانية شدت الأم المتحدة بحكومة مصر وقطر وأمريكا لتسهيل التوصل إلى اتفاق الهدنة في قطاع غزة يمكن ده من أهم وأكثر الأخبار المباشرة لممكن نبدأ بها حلقتنا النهار دا صحيح 23 أسير يعني 33 أسرة بتفرح 33 أسير 33 أسرة بتفرح وفرحانة وسعيدة ويرب يتمم فرحهم على خير رب